السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عليكم. اليوم بنتكلم عن مجموعة من المشاكل اللي بتواقه المؤسسات الخيرية. ساكن انسانية او اجتماعية او تنموية. اللي هما اول مشكلة استقرار المؤسسة الخيرية. والتانية اللي هي كيف نخناع المانحة. فانا عندي فيهرس في الشرائح لو سمحتك. فيهرس فيه تسع نقاط هنتكلم فيها. اللي هم اول واحدة معادلة القيم والمبادئ نظرية الشجرة. اتنين من يستطيع تحديد الحاجة للترس المشروع. تلاتة مثل لاسباب فشل المشروع مصنع الاسماك في كينيا. اربعة عام الاستقرار المؤسسات والسلامة عملها. خمسة انواع المانحين. ستة كيف يمكن ان نغير من عقلية المانح. سبعة. كيف يمكن ان نجمع وسائل الدعم. ونكون رأي دعم لنا. العلاقة بين المانح الدولي والمؤسسات المحلية. وعندين فيه تمانية اللي هي معادات الشراكة. والاخيرة العلاقة بين المؤسسات. وتسعة. اه في حنقراهم مرة تانية واحدة واحدة. فالشريحة الاولى بنتكلم فيها عن معادات القيم والمبادئ اللي هي اه اللي هي نظرية الشجرة. اه اللي نتكلم فيها بنقول ايه مثل كالبة طيبة. كشرة طيبة. اصلوها ثابت وفروعها في السماء. والتانية مثل كالبة خبيثة كشرة خبيثة. اشتثت من فوق الارض ما لها من القرارة. ده المعادلتين هنتكلم عنهم من ناحية القيمة من ناحية الاخلاقيات. اه ليه? لان العمل الخيري بتاعنا هو شجرة طيبة. شجرة طيبة شجرة طيبة. اما الشجرة خبيثة فحتنتج او حتنشأ او حتنمو لو لم يكن هلاك مساحة لنمو الشجرة الطيبة. شريحة اللي بعد كده? سمحتي? الشجرة الطيبة اللي هي الشجرة التي تنمو في مجتمع في مجتمع في مساحة من الحريات المدنية متوفرة لكل مواطن. فستطيع كل مواطن او مواطنة سواء كان هذا المواطن او المواطنة. اه على دين الدولة وعلى دين الدولة من الاقليات او من اغلبيات الى اخرها السخافة المختلفة. انه يعبر او انها تعبر عن نفسها وتاخد مبادرات وتستطيع ان تنتمي او استعني انتمي الى الوطن. فبتنمو شجرة طيبة مبنية على قاعدة على الاربعة دول اللي بسميها تري. بالانجليز تريب. لها الترست والرسبكت والانجاجيمنت والنبارمنت. لوثقة والاحترام والانجاجيمنت يعني ايه? العمل سويا والتمكين. دي الشجرة الطيبة المبنية على قاعدة فيها مساحة من الحريات المدنية. بعد كده الشجرة الخبيثة حتم ويمت بقى. هي شجرة اسمها تريد. بس القاعدة بتاعت الشجرة دي ان مفيش اه حريات. لان الانزمة اللي موجودة انزمة ديكتاتورية عسكرية امنية الاخرة. فلا تسمح للمواطن او المواطنين انهم يتمتعوا بالحريات المدنية. لتستطيع ان تجعل كل مواطن يكون مواطن فاعل و مفاعل. ومنتمي الى هذه الدول والهد الواطن. ونحن نسميها هؤلاء المواطنين هيتحولوا الى الشجرة الاخرى. الذي هو الارهاب والتطرف والعنف والاقتصار او الاستئصال. فا الدول القاعدة هم نتكلم عن حرية معناها انتماء. معناها ابداع. معناها اختراع. معناها انتاج. معناها اخذ المبادرة. ده الشجرتين اللي احنا اتكلم عنهم عشان نشوف المجتمعات اللي احنا عايشين فيها شكلية عشان انهي شجرة من الشجرتين دول اللي حين ما عندنا. الشريحة التالتة او النقطة التالتة هنتكلم عنها النهاردة اللي من يستطيع تحديد الحاجة لترسل مشروع. الذي يستطيع ان يحدد هذه الحاجة هو المواطن. او هو اللي انتم بتسموه عندكم المستفيد. والان انا بسميه صاحب المال. المواطن اللي بياخد المبادرة المجتمعية. اللي بيحاول هذه المبادرة الى جمعية. على مستوى القرية او الحي. وبيحول هذه مجموعة من الجمعيات بنسميها ايه? اللي هي الجمعية دي بتبقى اما جميع من الجمعيات في كل حية وفي كل مدينة وفي كل قرية. بنسميها community cluster organization. وبعدين بنحولها الى جمعية دعم مجتمعي ده يكون الاعلى مستوى ايه? يعني احنا مثلا لو نزلنا في اليمن. او نزلنا في سوريا. او نزلنا في اي حي من احياء القرى اللي موجودة في مصر مثلا. او في ليبيا. او في تونس. او في الجزائر. او في السنان اخير. على مستوى القرية المواطن ده اخي المبادرة هيحولها لجمعية مجتمعية بنسميها community organization. والجمعية دي هتعمل مجموعة من الجمعيات اللي هي بنسميها cluster. ها? من الجمعات دي هي. واللي بنسميها cco او اللي هي community cluster organization. بعدين المجموعة دي هتحول لجمعيات الجمعية الدعم للمحافظة. الجمعية الدعم اللي هي. اللي هي local support organization. وبعدين الجمعية تحول لما بنسميها community service organization. هي الجمعية الخدمية على مستوى الاقليم او المحافظة اللي بتحول على جمعية عطنية. وبالتالي الى جمعية عطنية. دعم هم دول اللي هيحددوا الحاجة. هم دول اللي هيكون عندهم معلومات. هم دول اللي هيكون عندهم الرؤية. هم دول ان هم دول ان المواطن لازي الجمعيات والمبادرات هم دول اللي بيحددوا الحاجة بناء على الحاجة المجتمعية وبناء ايضا على المعاناة اللي بيعانيها كل مواطن داخل المجتمع في هذه المنظومة. يعني ما المحل مش حاجة لنا من بره. الحل اللي اللي يأتي من الخارج. الحل اللي يأتي من السماء. ما هواش قرآن. ما هواش وحي. ما هواش آآ انجيل. ما هواش تورو. لا. لا. ابدا. 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 الحل اللي حيطلع من هذه المسيرة اللي هي من الواطن. الى ان تصبح هذه الجمعية جمعية دولية فيما بعد. دي النقطة او اللي هي البعد القيمة اللي احنا اتكلمنا عنها. نتكلم عن مين هيحدد الحاجة المواطن. لذلك في المؤتمر اللي كان موجود في تركيا في الفين وستاشر اللي نسميها اللي هو مؤتمر القمة الانساني العالمي ده كان نسميها اهم مخرج منه كان اسمه او توطين العمل على مستوى الوطني اللي هو بناء على ما يحتاج المواطن الشريح اللي بعدها بتاعة كينيا ايوة ده مشروع من المشاريع اللي عملته بعض المؤسسات التنموية الكبيرة اللي حبت اه اه في التمانينيات بتعمل مشروع لبناء مصنع الاسماك على بحير التركانة عشان كان فيه مجاعة هناك والقبائل كانوا جعانين جدا فعملينهم مشروع سمك هم هم بيكلوش سمك هم بيكلوش سمك وبيكلو لحمة بيكلو لحمة المشايل عندهم زي ما انتو شايفين ايه الشاب اللي وقف قدام كده او طفل وقتك فاذاك فشل المشروع ليه لان انك حلك الجاي من فوق كان مفروض نسأل اهل المنطقة قبل ان قبل ان قبل ان نحاول نحدد مصاري المشروع وهدف المشروع ومكونات المشروع يبقى معناها الذي يحدد حاجة والذي يحدد مصاري المشروع وهدف المشروع هو مين هو المواطن نفسه اللي هو في حاجة شديدة جدا بتنفيذ مثل هذين مشاريات ده اللي هو المدخل ايه بقى عوامل استقرار مؤسسات وسط الامتال كلكم شباب بسم الله ما شاء الله زي ما نسمعت عنكم حاجات جميلة جدا 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 وعايزين تعملوا حاجات تكون يا استقرار مؤسسي اهم تلات اهداف استقرار مؤسسي هي الاهداف والرسالة والقيم والمهمة بتاعت المؤسسة ده المكتوب عنها والرؤية والهيكلية والاستقرارية دول الثلاث او الخمس او ستة نقاط اللي انت حطوهم كده هو زي الحلق في ودنكم او زي نصبا عينكم الاهداف والرسالة والقيم والمهمة والهيكل والاستقرارية والرؤية عندكم انتم تحددوها ما حدش هيقدر يحط الهدف في المؤسسة الا انتم انتم تحددوه الهايكل بتاع المؤسسة انتم تعرفوا وتدافوا عن المؤسسة خلاه مستقلة ازاي هذه الاشياء اللي تعتبر بديهيات 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 في استقرار اي مؤسسة على مستوى العالم سواء كان بشغل المؤسسة دي على المستوى القرية او الشارع او الحارة او على المستوى الدولي لبعد كده من عام الاستقرار ايضا انتم تكون المؤسسة بتاعتنا متخصصة انا هشتغل في المياه انا هشتغل في التعليم انا هشتغل في الصحة انا هشتغل في التنمية الاسرية انا هشتغل في التوظيف انا هشتغل في التدريب الى اخير ويكون عندها خطط ومشاريع مدروسة مش كده يعني هبولي كده واحد يصحى من النم الصبحية ويقول لك ايه طب اذا روح نعمل كذا ما ينفعش لازم يكون في تخطيط ويكون في مشاريع عندنا نعمل اتنين في استقرار المؤسسة ها هو يكون عندك دخل تمويل 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 في تلات مصادر من التمويل هنا اول حاجة ان يكون المصادر التمويل بتاعتك متنوعة معناها ايه معناها لا تعتمد على متبرع واحد على الاطلاق لا نعتمد على متبرع واحد على الاطلاق لا نعتمد على متبرع واحد على الاطلاق يعني مثلا لما احنا ضربنا المثل في الأسبوع الماضي على يوم الخميس الماضي على مؤسسة الأغاثة الإسلامية من قوة المؤسسة والتنوع المانحين اللي هما المكاتب اللي هي بتجمع المال من أوروبا ومن أمريكا فأزمع فيها عشرة أو حداشر أو اتناشر مكتب ليجمعوا مال لنفس المشاريع بتاعتها فبالتالي انت كشاب صغير لابد أن تعتمد على مانح واحد على جمعية واحدة أو على شخصية واحدة نمرة واحدة نمرة اتنين نبدأ من أول يوم سمعوني دي من أول يوم نستطيع نبني أوقاف أو مسيرة الوقف لأنه هو ده الدمان الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى أنه هيخلي المؤسسة مستقرة ودخلها ثابت في المستقبل نمرة ثلاثة اللي هو جيم في النقطة الثانية اللي هو بناء شركات مع المؤسسات وبناء مؤسسات المؤسسة معنى إيه؟ معنى أنت لو كان عندك مؤسسة خيارية لما تستقرر المؤسسة ممكن تعملها جنبها مؤسسة تجارية مؤسسة مستثمارية وزي مثلا ما ضرب المسل هنا بمؤسسة أوكسفام مؤسسة أوكسفام تعتبر من أكبر المؤسسات على مستوى العالم اللي عندها محال تجارية خيارية عمدها أكثر من 900 محال بدخلها عشرات الماليين كل سنة غير المتطوعين غير المادة اللي بتجرهم يبدأ تنوع مصادر أو مصادر تمام بصر لما تلاتة أني لكل مؤسسة محايدة لاتنحاز لهذا ولهازنا ملهاش لا سبغة سياسية ولا سبغة حرقية ولا سبغة هزبية ولا سبغة مذهبية ولا سبغة فكرية غير إنسانية غير مجتمعية ده شرط ثاني الثالث من استقرار المؤسسة الرابع تكون شفافة عندها شفافية في اتخاذ القرار إزاي عينت الناس؟ إزاي اخترت الناس؟ إزاي استغلت عين الناس؟ إزاي عملت المشاريع؟ إزاي رجعت المشاريع؟ إزاي نفذت المشاريع؟ إزاي بتقيس قطر قيام مثل هذه المشاريع؟ دي نمرة أربعة في استخامسة نمرة خمسة يكون فيها تمثيل مجتمع متميز داخل مؤسسة يبقى في شباب وفي نساء وفي ثقافات مختلفة وفي ثقافات مختلفة داخل الهيكل داخل مؤسسة نفسها نمرة ستة علاقة مؤسسة أو نمرة ستة علاقة مؤسسة بالمجتمع المحلي المؤسسة ما تكونش منعزلة عن مجتمع المحلي ما تكونش منعزلة عن الحكومة ما تكونش منعزلة عن مؤسسات دولة ما تكونش لو كبرت ما تكونش منعزلة عن مؤسسات المجتمع الدولي في العمل الخالي وبالتالي المؤسسة ما تكونش متقوقعة على نفسها وبعيدة عن كل هذه المؤسسات الكبيرة لتستطيع أن تبني مع شراكة وبالتالي تستطيع هذه المؤسسات أن تتحدث عنها وتدافع عنها لا بالنسبة لأول ستة نقاط في عوامل استقرار المؤسسة وسلامتها بعد العام الأساسي الأول اللي هو منه اللي هو منه اللي هو توفير اللي هو التخصص زائد اللي هو توفير الدعم الدائم من المؤسسة شريحة اللي بعد كده نسماحتي نمرة سبعة سبعة يكون عندنا في حاجة اسمها تجديد في البرامج الخالدة ما نفعش أن أكون رئيس المؤسسة إلى الأبد ما نفعش أن أكون المؤسس ده قاعد على رأس المؤسسة إلى أن يموت أو إلى أن تموت أو إلى أن أمرض لا لابد يكون في تجديد ممكن أتحول أنا من رئيس المؤسسة ما ينتهي دوري إلى أن أصبح عضف مجلس أمانات أو أصبح عضف مجلس شورة أو أصبح عضف من المؤمن المستشارين لكن ما عودش أصبح مدير التنفيذ أو رئيس أبد الضحر سواء كان ده على المستوى المراكز القيادية في المؤسسة أو المراكز التنفيذية المؤسسة يكون نما تمانية عشان تستخر المؤسسات يكون في تدريب دائم يكون عندنا منهجية في البحث وإزاي نبني الكادر بتاعتنا ونعمل شراكة مع مؤسسات زينا في المجتمع ونتكامل مع مؤسسات أخرى يعني نحن ندخلنا قرية مع بعض كان فيه أربع أو خمس مؤسسات أو ست مؤسسات داخل قرية بيشتغلوا كنا عايزين ننمي القرية ممكن تكون مؤسسات متخلصة من مية مؤسسات خاصة في عمل مرأة مؤسسات خاصة في الأطفال في التعليم في الصحة إلى آخر فنتكامل مع بعض علشان ننمي القرية تلمية مجتمعية متكاملة ده اعتمال تدريب والبحث وبناء الكادر والشراكة والتكامل مع المؤسسات الأخرى كما قواعد أساسية البناء القاعدي والنمو الفكري الرأسي بناء قاعدي ونمو الفكري الرأسي إن شاء الله ده نمرة إيه ده نمرة تمانية نمرة تسعة يبقى فيه مرجعية في حد بيحزبك يعني الموظف يحزب المدير والمدير يحزب المدير الأعلى والمدير الأعلى يحزبه مجلس الأمانات مجلس الأمانات حزبه الجمعية العومية الجمعية العومية حسبها المجتمع لابد يكون في مرجعية محاسبابية وفي نفس الوقت في ملكية وتمكين لمين ملكية وتمكين لجزئين للمجتمع يستطيع يقول إن هذه المؤسسات تعتبر ملكي أنا كمجتمع إزاي بأنه بيشايف كل أخبارها من الداخل وخالب ما فيش حاجة في أخبار هذه المؤسسات أو عن هذه المؤسسات مقفية عن المجتمع فيستطيع أن يتفاعل معها فيعطيها أحسن ما فيها من أبناء هذا المجتمع فنمكن مجتمع ونمكن أفراد حتى الأفراد في المؤسسات لابد نمكنهم حتى الناس الفقراء والمساكين هم نساعدهم لابد نمكنهم يكونوا معنا في القرار اللي هو دراس المشروع تصميم المشروع تنفيذ المشروع مراجعة المشروع الاستفادة من المشروع نمنعسنا تطبيق قاعدة بناء القواعد المجتمعية لابد في كل مكان نخش فيه نربط بين الجمعيات يعني نحن شوفنا الهرم في مؤسسات تعتبر بسيطة جدا على مستوى القرية وعلى مستوى الحي وعلى مستوى كده دول اللي احنا نتكلم عنهم دول لابد نحن نمكنهم بالتدريب وبالتأهيل وبالتبويل وبالتوجيه تطبيق قاعدة بناء قواعد مجتمعية من تحت ها وتقويت واي مبادات مجتمعية للشباب جمعيات ندعمها لما تكون صالحة ونقويها ونرجعها ونتقدم بها يعني عندما بدأت بحث العلمي زي ما أنا قلت قبل كده هو كأحد مبادئ الرئاسية للبناء المؤسس لا تبنى المؤسسات وتستقر المؤسسات بدون عمل دراسات وأبحاث والأسف زي ما أنا قلت في المحاضرات لأبل كده هو إن أغلب أموالنا اللي احنا بنعملها اللي ننفق فيها واحد في المية أو اتنين في المية أو ثلاثة في المية أو خمسة في المية من المزانية على الأبحاث يكون عندنا احتيات استراتيجية يعني يكون عندنا مزانية احتيات استراتيجية زي ما كان قبل كده هو في الوقت يعني ايه احتيات استراتيجية يعني احنا ايه دايماً يكون عندنا احتيات الاستراتيج ده بيكفي على الأقل المؤسسة. عشان لو حصل ولا عايزوا بالله شيء للمؤسسة يكون نحتاج الاستراتيج ده يستطيع ان هو يجعلنا في يعني في مرحلة اننا ده نسلم هؤلاء الناس اللي كنا هنغرقوا المؤسسة ونستطيع ان ندي لهؤلاء الموظفين حقوق. آآ النموة 13 لازم جمعية سواء كان على الحارة او على الحي او على القرية او على المدينة او على المحافظة او على الوطن تعرف المشهد السياسي والمشهد الامني المشهد المجتمعي وتعرف المشهد الثقافي للمجتمع اللي بتستغل فيه سواء كان مجتمع بتاع الدولة اللي هي نشأت فيها او المجتمعات الاخرى الخارجية اللي تستغل فيها في خارج الدولة بتاعتها. لابد لابد لابد. نمر اآ اربعتاشر اما نيجي ابني مؤسسة مش هنبنيها بين العشارة وحزاري حزاري حزاري ان كنتوا تكونوا جايين من دولة غنية وتقولوا عندي يا فلوس هنبني مؤسسة في اربعة عشرين ساعة او في شهر او في شهرين او ستوش او في سنة. لا مش هينفع. لان بناء الكواعدة البشرية داخل مؤسسة وبناء فرق العمل داخل مؤسسة وبناء الادراب بياخد سنين بياخد شهر حتى لو توقفرت معك اللي هي الاموال الطائلة. آآ نمراء خمستاشر اللي هي بتقول ايه? آآ بناء قواعد المتوعين. طبعا مؤسسة من غير متوعين دي مؤسسة فشلة. فشلة. انا بقول لكم اهو. مؤسسة من غير متوعين مؤسسة فشلة وعجزة ومنقطعة عن جدور المجتمع. لابد يكون عندنا ادارة 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 المتوعين. الشريحة اللي بقى عليك ده هو? يبقى احنا اتكلمنا هنا في استاني يا اختي يا اختي. انا اتكلمنا هنا عن عن اللي هم جاعة. خمستاشر نقطة في الاستقرار المؤسس. انتوا ان شاء الله ممكن نديكم العرض ده. نخلي الاخت هاجر تبعطه لكم. عشان الشباب لو حبوا يعني يكتبوه عندهم يكتبوه ان شاء الله في الدورة بتاعتهم. آآ بعد كده هو في ايه تاني. انا خلصنا خمستاشر. هنخول مين هم المانحين بقى? انا كلبنا عن اللي هو آآ مين اللي بيحدد المشاريع. كلبنا عن قيمة بتاعت الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة. اتكلمنا عن استقرار مؤسسة. خمستاشر نقطة. والنوقت هتكلم مين هو المانح. المانح ده ممكن يفرد فرد عادي زي وزيكم. بتوع خمسة دولار وعشرة دولار وعشرين دولار. وريال واتنين وخمسة وعشرة ومية والس. الى اخير. ممكن يكون فرض نشيد. زيكم انتم يا شباب. عايز يعمل اي حاجة معوش فلوس. يعتبر مانح. ليه? لانه بيمنحك الوقت بتاعه. بيمنحك الجهد بتاعه. بيمنحك الرؤية بتاعته. الافكار بتاعته او بتاعتها الى اخير. فلابدنا هنا بقى نشجع الشباب والشابات على النوم يخرجوا. يفرغوا هذه الطاقات داخل المجتمع علشان يتحول عملهم المجتمع ده الى دعم. سواء كم دعم ادبي او دعم معنوي او دعم المادي او دعم السياسي او دعم مجتمعي للمؤسسة. رجال الاعمال. واحد راجل اعمال تاجر. انت بسميه تاجر مسلا. ما زي ما احنا بجروح كلا ده كله التجار بياخد منهم فلوس فبيديكم مؤمة بياخد منه مواد عينية من الشركة بتاعته او بتاخد منه اللي هو المال اللي هو اللي بيطلع سرق كان زكاء او صدقات او او الى اخير. اه في جمعيات تقريدية في العالم العربي ايضا. يعني في جمعيات سواء كان عاملينها اه 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 على مستوى الوطن او حكومة نفسها عاملها. في جمعيات بتعمل الدعم ده. في كل دولة عربية خاصة الدول اللي هي الخليجية. دولة مجلس التعاون الخليجي. في اه جمعيات تبعة للحكومة بتدعم العمل هذا داخل المؤسسة. داخل الدول. في اللي في الغارب. في جمعيات كتيرة جدا في الغارب. يعني لما بدأنا منذ تقريبا ثمانية وثلاثين سنة. اه يمكن كان على مستوى الدولي. مش عامل محلي. كان مفيش حد على مستوى الدولي بيشتغل في بريطانيا من المسلمين الا احنا. ويمكن في كندا كان فيه مؤسسة تانية. وامريكا ما كانتش فيه لسه لا. بدأتش فيه اصبح فيه مئات. في الجمعيات اللي موجودة في اليمن او في الداخل السوري او في السودان او. يخش على مثل هذه الدولة ودور على مئات الجمعيات اللي عندها رغبة انها تعمل في الخارج. سالك في باكستان او افغانستان او في او في اه الهند او في بنغرديش او في كل الدولة نتكلم معنا. في في مؤسسات عندنا بريطانيا ميزانياتها عشرين مليون تلاتين مليون اربعين مليون خمسين مليون دمية مليون وها كزا. في مؤسسات العائلات اللي مسلمين فونديشن اللي هم بتكلم عنها اللي فونديشن اللي بتكلم ايه. اللي مسلا دي العيلة مسلا عيلة اه اكس. عندها اه دخل سنوي اه مليون او اتنين او خمسة فبتروح لمجلس العائلة وبتديك المؤسسات تديك المال من الاموال بتاعتها. فيه ومؤسسات الشركات زي مسلا فورد فونديشن زي اه اه مين غير فورد يا ربي. اه كل 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 شركة كبيرة اللي هي من خلال اللي هو اه المسؤولية المجتمعية عندها اه مؤسسة بتوزع الارباع بتاعتها على الجمعيات. اي يعني مسلا اه اه بتاع شركات الادوية اه شركات الكمبيوتر كل حاجة اللي عندها مؤسسات اشقاء او فونديشن بيستجازها عن طريقها الاموال. الحكومات المنحة ما فيش حكومة غربية منحة منذ بعد الحرب العالمية التانية اللي ما عندها ادارة للتنمية الدولية. ديول بيسلفوا مليارات. هدف هذين الادارات ده من الادارات انها بتطلع اموال بتحطها في الاماكن اللي سياسيا بتحب بتسفي الاموال بطريقة معينة. انا 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 بحب ان انا اصف الاموال على النساء مشاريع النسائية. مشاريع الاصفار مشاريع تبقين. فدي مؤسسات الحكومات المنحة زي. زي جايكا في اليابان. زي ديفيد كانت في بريطانيا واصبحت دلوقتي لها اسم تاني. وهكذا والفرنسوية والالمانية جي عايزين الى اخرى الى اخرى الى اخرى الى اخرى. في مؤسسات دولية وغربية اه غير اسلامية. زي اوكس فامو سيف تتشيلدن وكير انترناشنال. يعني يعني في بريطانيا في مية وستقريب مية حاجة وستين الف جمعية خانية مسجلة على مستوى المحلي وعلى مستوى الدولي. في مؤسسات امتحدة. اللي انت ممكن تاخد منها امواع في الميدان. يعني ممكن ان انت عندك مؤسسة محلية ووطنية تشتغل مثلا في السودان والبرنامج الغذائع العالمي. او برنامج اللي هو المفوضيع اللاجئين. او الى اخرى عندهم مواد غذائية وعندهم ساعات بيديوك الفلوس دي. عشان تصرفها من خلال المؤسسة المحلية اللي عندها. فيه النمر عشرة انا مش شايفها بس هي موجودة اسمها ايه المؤسسات الايه? اللي هي نمر عشرة المستخبية دي. لأ نمر عشرة. لأ في حاجة اسمها نمر عشرة. اخر اخر واحدة في اه ايه في الشريحة دي. اه اقريها انت ما عندك المؤسسات الايه ايه ايه هنا اه اه هي اللي اخر واحدة. والبحوث. المؤسسة التعليمية ومراكز البحوث. حتى المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث عندها اه منح. منح للطلبة. منح للبحوث الى اخر. فكل هذه الاشياء تعتبر من بالك تدور انت بقى. علشان تشوف مين هو المنح ان انت عايز تشتغل معها. دي الاول عشرة. شريحة اللي بعد كده. تسمحتي? اه. في مؤسسات دينية المساجد والكنيس والمعابد الى اخر. في الناس اصبح ا اصبح السيخ عندنا. اه عندهم مؤسسات بتخرج برا. وبتجمع اموال لكوارس الطبيعية الموجودة في العالم. فيه مؤسسات اعلامية ذي التلفزيونات والجراد والمجلات. لو انت مخدتش منهم اموال على الاقل حيدوك تغطية اعلامية مجانية او بامور اه برجور زهيدة. في النجوم نفسهم والرموز المجتمعية عن بتاعه الكورة مسلا احنا بتكلم عن اه هتلاقي مسلا امانو اللي هو بيلعب في اه في ليفر بور هتلاقي محمد صلاح هتلاقي كريستان رونالدو دول اللي هم بيطلعوا فلوس من منهم الخاص وهم نجوم معروفين هتلاقي بعض الفنانين وفنانات الى اخرين. النخابات المهنية ايضا لها لها ما يعتبروا منحين. ليه لك ان يكون قد يكونوا اطباء وكاد يكونوا مهندسين وخلوا يكونوا اه مدرسين ايه يعني معلمين دول ممكن يكون المنح اللي عندهم انهم يدربوا الناس اللي انت عايز ايه اه عايزهم يدربوا من عندك. المصانع والشركات اه اه كلها في بعض الشركات والمصانع اللي احنا بنصالف معها اه وفي بعض التوجهات زي مثلا اللي هو اللوتري والا وكل كل مصنع سواء احنا بنتفق معاه قياميا واخلاقيا او غيره عنده ما بنسميها اللي هو اه المؤسسة اللي بتعمل المسؤوليات المجتمعية. اه المؤسسات والافراد اللي دولنا تغيير الثقافة دي برضك ما عندهم اه مؤسساتهم يعني كل الناس دول موجودين شركات الترام ايه لو انتوا عالين هتصنفوا هتلاقي عندكم اكتب من سبعتاشر نوع تختاروا منهم ما تشاؤوا. ده بالنسبة الانواع المنحية دي النقطة من الخامسة في المحاضرة بتاعتي. طيب ازاي بقى ازاي احنا كده نغير عقلية المانحة. وده و احنا كلمنا اخوانا السوريين اللي موجودين حاليا يعني سواء كان في غزة عنده او في الدخل السوري حيكونوا بيعانوا معاناة شديدة جدا ان المانح بيدينا اللي هو عايزه. بيدينا اللي احنا عايزينه. مع ذلك احنا نقول احنا ازاي نغير سياسة المانح هذه. انا بس هعط دي عشان عندي حبة دوشة كده. وحط الميكروفون تاني. لكن انا سامع كل حاجة كويسة الحمد لله. اول حاجة علشان نغير السياسة المانح يا شباب. ازاي نعمل تحالفات. يعني ازاي نتعلم نشتغل مع بعض. 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 ونعمل اتفاقيات بنا كمؤسسات وطنية. تحمل مجتمع من الداخل. تحمل ثقافة من الداخل. تحمل قيم من الداخل. تحمل اخلاق من الداخل. لكن نكون ملتزمين بالمعايير بتاعة الشفافية والتعاون وكل هذه الاشياء. وما نتنفس اكتر حاجة بتخلينا نفشل لم ييجي مانح. يفرض عنا شرط من الشرور. بعد ما نقعب مع بعض نمشي واحد واثنين واثلاثة من وراء المانح ده. ونروح ناخد مننا فلوس ونحرم اخواننا التانيين منها. فلزلك لابد نتعلم كيف نبنى تحارف. نقربنا ان نغير من عقلية المانح. لان نقطة التانية. يا سمحت اه يكون في توازن. بين رغبة المانح ورغبة المجتمع. اه في حق في قاعدة عندنا ايه يعني ما فيش حد هيكسب مية في المية. حاجة اسمها وين وين situation. ففيه اشياء احنا ما نقدرش نتنازل عنها. في قيم مؤسسة ورسالة المؤسسة وقداخد مصر. فيه اسمها ممكن نتنازل عنها. فبالتالي علشان نقرب البعيد ونمشي مع بعض يبقى اساسة. انا بتنازل عن جزء من اهدافي وهو بتنازل عن جزء من اهدافه عشان انت لنتقى في النصر من اجل مصلحة المحتاجين. من اجل مصلحة المحتاجين. ده اللي هو اللي هو اللي نستطيع تحقيق المية في المية فلا بدنا نحق الجزء اللي نستطيع نعمل بدونه وإلا نرفض المنح. اتعلمه اتعلمه انت شباب صغري بسم الله ما شاء الله كيف نرفض المنح. مرة واتنين واتلاتة عشان كده هو. اه تستطيعوا انكم يكون لهم قرار سياسي في توجيه مؤسسة بتاعتكم يمينا او يسارة. دي اللي هو نمرة اتنين. كيف انا انقامك. نمرة ثلاثة اللي هو لابد على هذه المؤسسات الوطنية. تطلع علينا بقى اللي المنح مش شايفه. ايه بقى اللي المنح مش شايفه? ايوة. دي اهم اهم نقطة في المحاضرة النهاردة اقول لا. اقول لا. شو انا عب اتكلم دلوقتي. بقى لي ادي يا ربي. بقى لي حوالي نصف ساعة او اكتر. لكن دي اهم عشرة او اتناشر نقطة هنتكلم فيها. ما هي الامور التي قد لا يراها المانح ولا يدركها. اما انا اقول لي المانح تدريب وتأهيل. اقول لي انا ما عنديش فلوس. اقول له تعرف ليه? انا بطل بتدريب وتأهيل. تدريب وتأهيل. انت هدديني نصف مليون. لو انا ما دربتش. الموظفين اللي عندي. لغير مدربين وغير مؤهلين. ها? حيهدره المال. حيهدره ايه? المال. لبا كده ساعدها المانح يحس ان التدريب وتأهيل مهم جدا. انه يحافظ على النصف مليون او اكتر اللي بده هده. اللي هو لو كان التدريب وتأهيل ده بيساوي اتنين او او تلاتة او خمسة في مئة من المزلين. لمن اتنين. يقول لي المانح عندنا مشاريع ان تمكين المجتمع واشغال الشباب يقول لي وانا ما يلي انا. انا عايز اعمل مشروع تأهيل وامشي. انا عايز اعمل مشروع مشروع اوزع السلغ زي ايه وامشي. اقول له تعاف ليه انا ما عمل تمكين المجتمع ده واشغال الشباب عشان ايه? يقول طب عشان ايه? عشان احارب التطرف والعنف والارهاب. خاصة لما اشغل الشباب بهذه المشاريع يبتلك الشباب ينتمي المجتمع ومن ثم ينتمي الواطن. فازاي انا بمكن المجتمع واشغل الشباب عشان احارب بطريقة غير مباشرة التطرف والارهاب والعنف. الحاجات اللي مش شايفة المانح اللي احنا ممكن نشرحها له اللي هو اشراك الزياءات المهمشة اللي اخليها تقوله وانا مالي بيهو. انا عندي الاغلبية مثلا مذهب معين او ثقافة معينة او جنس معين. وانا مالي بصغالين دول. اقول لأ. لان لو انت ما اشركتش الزياءات المهمشة دي. يعني سافرين قسام مجتمعي يؤدي الى انشقاق يؤدي الى شهر زمن المجتمعات كلها. لما الناس تلاقي ان فيه اطعام وملابس بتعطى فقط. بتعطى فقط لمين? لفئة معينة وقتقون الغلبية وتعطى للوقت. انا من الاربعة اشراك المرأة. طيب احنا مش عادي نشارك المرأة. انا مانا بالمرأة. بتطلعوا لك اراء فقية غريبة الشكل. انا اقول لي لا المرأة دي تقاط مهدرة لو لم تشرك. وهي بتعبر عن صورة معناها دي بطريقة مختلفة عن الرجل. لانها ام لانها حنان لانها رحمة لانها حب لانها عاطفة. تختلف تماما عن ايه? ترى المؤساة بطرق مختلفة تماما عن الطرق او عن الاشكال اللي براها ايه الرجل. بنقل خضرات نرجع مرة ثانية. ابني خضرات ايه واجع قلبه ومش عارف ايه. مثلا انا في يوم من الايام كنت في بلد من بلار. ودوني مليون جنيه. مليون مش عارف دولار ولا مليون استرليني. فانا فرحت. كانت فيه مفايدان في باكستان. بالتليفون. اما كانت الدنيا ربيع والجوابة دي الى اخرين. وبعد كده هو قلت منزل عشان اخب منهم نعمل مكتب في البرد دي للتدريب والتأهيل. قدمت ميزانية بستين الف دولار. لم ااخذها الى اذا اليوم. من اتناشر سنة. بس انت انا بتقوله معنية ابناء القدرات. عشان الفساد ما ينتشرش داخل الجمعية. للمرة واحد. عشان الفساد ما ينتشرش داخل الدوائر الحكومية. للمرة اتنين. عشان الفساد ما ينتشرش داخل المجتمع نفس. بناء القدرات معناها انه بيحارب الفساد. او بيحارب انتشار الفساد. النقطة اللي بعد كده هو اللي انا مش شايفه بس حركة السورة بتاعتي لو سمحت. يمينة او الشمال كده عشان بس اشوف. بناء منظمات مجتمع مدني. اه خلاص انا الفقرات متانية. طب انا ايه بقى وانا ما اعلي انا بمزاون مجتمع مدني وجمعات مجتمع مدني والكلام تخيل كده. ما بيفهموش حد الا انتو. وانتو بضعوا اموالنا. وانتو كزا وانتو كزا. انا اقول له لا استنى 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 استنى. انت عارف دول المنظمات دي ايه? يقول لي ايه? اقول له هي اللي تربط المجتمع من تحت. تشبك بالمجتمع من تحت. بترجم كل فجوة مجتمعية بين مجتمعات والتقابات المختلفة. يقول لي ازاي يا انت? اقول له اديك مثلا. لما انت هديك تبني عمارة. كبيرة. كبيرة. مش ليها اساس? يقول لي اه ليها اساس. الاساس دي بتحط في ايه? يقول لي بجيب له السياخ حديد. وبجيب له اسمنت. وبجيب له زلط. وبجيب له رمل. وربطه ببعض بقى وحط السبب بتاعت الحديد. هقول له طيب. السياخ الحديد دي هتربطها بايه? شوف انا بقول بايه كده ست حركات? يقول لي ما اعرفش. قول له هتربطها بس سلك. قل لي اه صح. انا شوفت العمال قاعدين في الشارع ومسكين سياخ حديد ببطوها بسلك رفاع. بتقول لي بقى ده احنا بنسميه سلك الرباط. بتقطعها في سلك الرباط ده معناها ايه? قل لي ايه? هقول له سلك الرباط ده لو ما حطتوش مع السياخ عمر السيخ ما هيوقف على ايه? على على راسه. وحيمسك في السيخ التاني. سلك الرباط ده بقى هو مؤسسات المجتمع المدني. انها بقى لك ابنية. انت مش شايفها. مش شايف لها ايمان. لو مش موجودة مؤسسات المجتمع المدني. الدولة نفسها والوطن نفسها بيبقى هش. عبر مثل الحاجة هشة كده. بعد كده تتحول من دولة هشة لدولة فاشلة. تستطيع اي مجموعة اي مجموعة ارهابية ان تخترقها وتحول الدولة الهشة الى دولة فاشلة. ده اللي هو ايه? الامور اللي مش هياها ولا هياها المنح. ولا يدركها ولا يقيدنا علينا ان نعلم المنح ان هذه الامور مهمة جدا لكي ينجح المؤتمر. انه ليس المؤتمر. لكي ينجح المشروع اللي هو بتحدث عنه. اللي بعد كده سمحت. نمو الثمانية او نمو الثمانية. على المؤسسات ان تعمل العمل ان تغير عقد المنح ما توسع الرؤيته بنتقبلها. دون انسيء اليه او تفقده او تفقد المنح ازالك ازاي 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 ازاي. طيب انا دلوقتي مش عايز هزا المنح ده. مش عايز اتمسخر عليه زي ما بيقوله. مش عايز له النتائج بتاعت المشاريع. يعني قياس الاخر. يعني كل عملي حظر النتيجة بتاعت. يعني انا اخدت فلوس. دي ما راحنا في وراب. وراب دي في حتة واو اسمها واو. حلت المشكلة يعني المزانية بتاعت المياه والحفارات اللي احنا اشتراها. حلت مشكلة تلاتين في المية من نقص المياه في المحافظة. انا احطلع المانح اقول له شوف. احنا احطلنا حفارة. كلفة مية وعشرين الف دولار. ومية خمسين الف دولار. في المنطقة دي. قعدت تحفر بالجهد الذاتي المحلي. الحفارة تعيتنا. واستطاعت في خلال ثلاث سنوات انها تكفي تلاتين في المية من حاجة المجتمع. وبدأ المجتمع تستقر. بدأت الحيوان تستقر. الحيوان تستقر. بدأ في زراعة. بدأ في رعاية حيوانات. بدأ في بناء اسواق محلية من هؤلاء الناس. قبلك اللي انت عملت لهم مشروع المية واشتريت لهم حفارة او اتنين او اتنين او اتنين. انا هشتري حفارك دي ليه بقى مش في السودان ولا في جنوب السودان. ولا في اي حتة في العالم. لما انا مش عارف. لا تعالى. الحفارة دي. في خلال ثلاث سنوات عملت لك. عادت لك مشكلة تلاتين او اربعين في المية من مشكلة المية. صارحة للشرب. ولا المية غير صارحة للشرب. حتدخلك مشكلة. مشاكل صحية لا حصل نحو الاخوة. نبين المجتمع. خليط التطريب بتاع المستقبل. نقول له شوف. المجتمع ده فيه مصادر كتيرة جدا. نابد نكتشفها. ونابد نجعل اهل هذه المناطق هما اللي اكتشفوها. ونمكنهم من استثمارها علشان تستقر هذه المجتمعات. اقتصاديا وثقافيا ومجتمعيا. توضيح المكونات المجتمعية المختلفة. نقول في المجتمع ده فيه اشياء يعني فيه اشياء غير عادية. لان ما كنا بنروح هنا بعض الدول في افريقيا الى اخيره. فيه نباتات ما بنشوف هاش عندنا. فيه تيور ما بنشوفهاش عندنا. فيه حانونات ما بنشوفهاش عندنا الى اخيره. فكل هذه الاشياء تعتبر كنوز. احنا مش عارفين ايه. قيمتها ايه. فبالتالي لما انا احاول اغير الانساقنات المنح. انا مش عايز اديه درس في الادب وفي الاخلاق وفي الثقافة وفي التاريخ. لا انا هديله. هديله شيء واقع ملموس. 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 لاثر مثل هذه الاشياء حينما نتعامل معها. فعنا ليه بنضرب. وليه بنأهل. وليه بنعمل جمعيات. وليه بنعمل شركات. وليه بنعمل تدريب. وليه بنعمل ابحاث. لا الى اخيره الى اخيره. ده بالنسبة ان احنا نحاول يكون فيه مننا كله من المانح على هذه الاخر. هنم لخمسة. المؤسس دي فيه فيه واحد دي قبل كده ولا ايه? دي قبل كده اللي سمحتني? اه لا دي خلصنا منها. طيب. دي من الخمسة. لابد يكون احنا عندنا منتج. منتج عدبي منتج ثقافي افلام الى اخيره. علشان المانح ده يشوف الحاجات دي ويكون فيه شهادات لينا. ويكون فيه طرق لحلول جديدة مبتكرة. يبتكرة الشباب سواء كان يبدل في المجتمعات المستفيدة او في المجتمعات المهمشة او في المجتمعات البعيدة. بنعرضها عليه زي ما احنا شايفين بالارقام والاحصائيات الى اخيره. المرسيتنا لو سمحتي. من المهم عرفة مدى خبت هذه النظامات الوطنية. يعني مثلا انا راحين في بعض الحواري او بعض القرى او بعض المدن. انا عندي مؤسسات كثيرة جدا. جدا جدا يعني. طيب ازاي انا هعرف خبت هذه الجمعيات المستوى القرية او مستوى الشارع او مستوى المدينة او مستوى الحي. علشان هتعامل معها. وازاي يعلمها انها تعمل كتل مع بعض. تعب مع بعض تعمل كتل. ها? وازاي ايمان هذه المنظمات بالدولة. وازاي خلي المؤسسات تؤمن بناتتعامل مع المؤسسات المحلية. تعمل الشراكة. وده الهدف بتاعنا باليوم. اللي هو نعمل الشراكة ما بين المؤسسات المحلية والمؤسسات الدولية. فلذلك لما احنا نمسك المؤسسات الوطنية نتكلم عنها دي كلها. ونبتدي ناخدها على انها استثمار في ثقات. وفي امكانيات. وفي عقول. وفي افكار. وفي ثقافات. وفي ابداعات عندهم. انا استطيعنا نقنع المجتمع الدولي. المجتمع ده مش السياسي. لهم مؤسسات الدولية سواء كانت امامية. او سواء كانت اقليمية. او سواء كانت دولية انسانية تنموية او غيرهم. ان شاء الله. دي بعد كده سمعتك. ده بالنسبة اللي هو كيف نقنع المانح. طيب. النقطة السابعة في الكلمة بتاعتي النهاردة. اللي هي ايه. اللي هي كيف نمكن. يمكن نجمع وسائل الدعم. ونكون رأي عام. ازاي بقى اه. اهم شيء في النقط دول هم اكتر من عشر نقط. ان نوفر المعلومة. يعني مشكلتنا ايه يا شباب. ان احنا نبقى عاديين في وسط المعركة. في وسط الجائحة. في وسط المصيبة. وشافين كل المعلومات. وعندنا كل المعلومات لكن مش عارفين ندير المعلومات. مش عارفين انك حول المعلومات دي الى ابحاث وارقام. تستطيع المؤسسات والدول والحكومات والمؤسسات الدولية تتعامل معنا من خلالها. وده اللي نجح فيه المؤسسات الغربية. يعني النجاح منقطع النظير. حولوا معلوماتكم اللي موجودة على السوشيال ميديا في كل الاماكن الى اه خوار زميات. انهم ادواء تعارفين. اتكلمت قبل كده. انا ما بحب. مثلا في الفن والادب. مثلا بحب المكلسوم. بحب عبدالهاب. بحب عبدالحيم حافظ مثلا. بحب وردة الجزائرية. مثلا. بحب بعض التمسيليات والافلام اللي هي الثقافية واللي هي التاريخية القديمة والدينية. فتلعب في الخوارزميات دي كله. وحاسم مع القرآنه. خاصة الشيخ المنشاوي الى اخيرة. حاسم مع الشيخ الشعراوي. حاسم مع الدكتور النابولسي. ربنا يديه الصحة. وهكذا. فمن خلال هذه المنصات والخوارزميات اللي عملها اللي. بيجيبولي بعض الحاجات اللي انا بحبها وشافوا انها بشافها بكده. عشان من خلالها هم بيجمعوا كميات من المليارات من الدولارات كل سنة. اتنين خبرة. مش ممكن هكوين رأي عام محلي. او وطني. او قليمي. او دولي. من غير خبرة. مدونة. يعني فين الزاكرة المؤسلة عندنا اجتمع داخل مؤسسة. مؤسسة بقالها 40 سنة. ما عنداش تاريخ. ما عنداش ادبيات. ما عنداش اخلاقيات موجودة. ما فيش حد يكتب حاجة. ما فيش كده زي كورة التلج. تلاتة حيستمعوني وحيطغط عليهم لما يحسوا ان انا عندي مهنية. وجاهزية. وهرفية. وعندي بستطيع ان تعامل مع كل المصائف اللي بتحصل في العالم. دي عند العاملين كلهم. لان انا باهتم بالتدريب والتأهيل. نمرا الربعة. لان انا عندي علاقات. علاقات مع المؤسسة دي والمنظمة دي. ومع الحكومة دي. ومع الاعلام. ومع المجتمع المحلي. مع المؤسسات المناحة الى اخير. العلاقات دي بتبقى زي الالعة اللي بتحمي الجوهرة لداخل المؤسسة. يكون عندي ميزانيات معلنة كل سنة. او كل ستوش. وتأهيل ستنوي. ادبي ومالي. مراجع خارجي ومراجع داخلي. يكون عندي مشاريع في اماكن مختلفة. يعني عملت قياس الاثر في كل مشروع انا عملت. وكيف المستفدين استفادوا مثل هذه المشاريع. يكون عندي اعترافات ضمنية ودولية من مؤسسات كبرى. بشهادة تقدير. بمثلا ايتان يا ربي. احترام للموظفين اللي عندنا. ففي مثلا عندنا في المؤسسة الاغراثة الاسلامية خمسة خدوا نوت اللي هو الزابط من المالكة في بريطانيا في خلال من الفين واربعة لالفين واحد وعشرين. يعني في خلال المؤسسات دول خمسة من ابناء هذه المؤسسات المالكة كرمتهم. عشان تقدير من ايه من المؤسسات الكبرى. مدى انتشار مؤسسة مثل تعمل ايه. ما حدش عارف عنها حاجة. عندها فيسبوك معنداشها. عندها انستجرام معنداشها. عندها اسمها وصاب معنداشها. معنداش طبعها عارفها ازاي. مش كابه عن نفسها حاجة. عمبالك. الشراكة المجتمعية يكون في شراكة مجتمعية. ازاي زي ما قلت قبل كده. من مرحلة التفكير. والتخطيط. والتصميم. والتنفيذ. والمتابعة. وقياس الاثر. لحنا نسمعها بالانجليزي. كل مجتمع معاك شريك فيها. عشرة درجة الشفافية عندك. الشفافية مش فقط شفافية مالية. لا. شفافية اخلاقية. عندك حصل عندك مشكلة مع الاطفال في احد المخيمات او احد الملاجئ. انا من احد الناس ضد بناء ملاجئ الاطفال. هل احد حصل عندك مشكلة يعني تحرش او تنمر بامرأة او بكذا في مكتب من المكاتب وكذا. تبقى جزء من هيكل المؤسسي للمؤسسة نفسها. تبقى كان الشباب فتيات وشباب او نساء ورجال. فيما بعد. بعد كده يا سمحت. النقطة التامنة هي العلاقة بقى بين المنح الدولي زي ايه? زي اه المؤسسات الاومية. زي المؤسسات الدولية زي ما نقول اكسفام وسبزة شلدون والجماعة دو كلهم. او مؤسسات اسلامية دولية. والمؤسسة المحلية. واضح? عشان هي اللي احنا عربنا ننهي الموضوع بتاعنا عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده. العلاقة. قال كده. هنا في معدد شراكة انا يعني من اكتب من خمستاشر سنة. بقى اقاتل عليها. اللي هي نؤكد من البداية. على اهمية الشراكة تكون مبنية على التكافؤ. مش لاني انا جمعية فقيرة. في قرية الماء. او في مدينة الماء. او في محافظة الماء. وانت جمعية غنية. غيري من الغرب او من الشرق. يبقى انت كفة ميزانك اعلى من كفة ميزاني. انا هقولك لا. 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 والف مليون لا. يعني بنسميها ايه? يا التريليون هو الف الف يعني تريليون لا. تقول ليه منا معي الفلوس. اقولك انا ما عارف انك معي الفلوس. بس انا معي مش معاك. تقول لي ايه بقى الى معك انك مش معايا. اقول لي معايا الفت كس للقبلة الدهنية. بعادات القبلة دي. يا ايه? يقول لي اعنا هنعوض نبوز بعض اقول لا مش حموز بعض. انت هتعمل دي. تقول ليه ده تجيب لي زبدة ولا قشتة ولا كده. لا لا لا. انت مؤسدة وليه مناحة. عليك تعمل ايه بقى جميل? انت عليك انت في مجتمعات مستقرة. مجتمعات غنية. عليك تجمع المال لمشاريعي. عليك انت دافع عني في المحافل اللي انت فيها. لان انت انت المجال اللي انت فيه مجال فسيح وواسع وبيسمح بالحريات. انا عندي مجال ضعيف جدا ومنكفئ فيه وما عادش بيشوفني. انت عندك المهنيات وعندك التقنيات وعندك الخبرات عليك تقريب تدربني. يبقى انت انت الفات ف اي تي يعني بتجمعي المال وبتدافع عني بتدربني. خلاص? في مثل مصري اكيد عندكم هتلاقوه. يا جاري ابوخي انا بقى مخش شوي خش ايه. عندي حد في البيت بسم بنت صغيرة يعني او شغالة. واقول لها بقى ايه? او الامراتي. اقول لها عايز ايه? انا عايز النهاردة ان انا ناكل خروف. او نجيب بط. او نجيب دكرومي. ونجيب كذا وكذا تقول له خلاص? فين الفلوس. مثلا بيقول لك ايه? يا جاري ابوخي. يا جاري هتقول لك ايه? يا سيدي كلف. خلاص? يبقى هنا الفات كاس فورمولا. المؤسسات الدولية عليها تجيب الفات. لما التلاتة دول. اه. انا بقى كمؤسسة محلية. وطنية. اجيب الكيس. ايه الكيس دي? ايوا. اول حاجة زي ما قلت قبل كده. انا عندي المعلومة اللي مش عندك. معلومة مجتمعية مش عندك. ودي بتساوي كروز الدنيا كلها. نمر حاجة. نمر اتنين. انا لان انا محروق 24 ساعة في داخل المشكلة. فالحاجة امر اختراع. لما هتعلمنا كده. الحاجة امر اختراع. فانا من كتر ما انا مهموم ومحروق كل فكري اللي هو يعتبر ابداعي. دي نمر واحد. نمر اتنين. لما تلاتة انا عندي الحل. انا. انا. اللي انا قاعد في الشارع. عنديش بيت فيه وفي خيمة وكذا. عندي الحل. اللي هو solution. وعندي الحل الدايم. لان انا شايف المشكلة المعقدة وشايف كل جزء في العقب بتاعتها. يبقى انت بتديني الفات. انا ما اديك الكيس. الى knowledge based innovation sustainable solution. اللي هو بنسميه ايه? اللي هو الحل المستدام المبني على المعلومات. والحل المستدام الإبداعي المبني على المعلومات المجتمعية. الحل المستدام الإبداعي المبني على المعلومات. للعلاقة. ايو عا تفتكر. عشان انت مزانيتك ميت مليون دولار في السنة. وانا مزانيتك يمكن نص مليون او ربعين مليون او مليون. يبقى انت حسن مني لا. انا عندي الاربعة دول. انت عندك التلاتة التانية. نكمل بعض. يبقى احنا الاتنين بنشتغل مع بعض كشركاء متكافئين. مش واحد يركب على التاني. واحد يسوق التاني الى اخر. فدول التسع نقاط اللي انا قلت ما خشت فيكم معاكم فيها النهاردة. عشان كل نقطة من التسع نقاط دي. لها محور مختلف عن المحورات التانية. احنا اتكلمنا في اول محاضرة انها الاسبوع الماضي يوم الاثنين عن اين نحن. السبع احرامات. يوم الخميس الماضي اتكلمنا عن كيف بدأنا. تبديق عملي على السبع احرامات. النهاردة نتكلم عن معدلة قيم المبادئ. نظرية الشجرة. مين اللي بيحدد الحاجة? ليه تفشل مشاريع? في مسأل حقيقي. ايه هي عمل الاستقرار المؤسسات? واستدامة العمل بتاعها? ما هي انواع المانحين? ازاي نغير عقلية المانح? ازاي نجمع وسائل دعم ونكون رأي عام دعم لنا? والعلاقة بين المؤسسات الدولية المانحة والمؤسسات المحلية ومعدلة الشراكة اللي هي مسمي ايه? الفاتكس. طب انا اشكركم وانا دعوتي تقريبا خلصت. وآآ ننتظر منكم الاسئلة والتعليقات ان شاء الله. واتمنى ان الاخوة والاخوات الموجودين لما يكونش عندهم حرق في آآ السؤال اي سؤال او تعليق اي تعليق ان شاء الله. انا جزيل. اي تعليق ان شاء الله. ازاكم الله دكتور وبرك الله في يعني مكم وعملكم. وعملكم. اتزل اخ حليم. اختح الماي. اختح الماي. اختح الماي. اختح الماي. سلام عليكم دكتور هاني. انا سلام. عليكم السلام. احضرتك. طبنا يا اكرمك. الله يدك الصحة وتقابل منا منك. خلال اعمال. اتفضل اتفضل. اه ساعتك يعني اليوم الله يبارك فيك يعني افضت وآآ واجات. اه بس انا اجد ان يعني معظم النقاط اللي حضرتك تفضلت بها لما نجي نقصها ونصتها على الواقع. اه بناجد ان اتحدث عن المؤسات العربية. الخيرية العربية. بناجد ان ان كل النقاط اللي هذا كفضلت بها موجودة اللي هي مسألة الانسان ما يخرجش الا اذا عند الوفاء او عند كذا مسألة العنصرية او التعامل كجنس دون الاخر او تمييز جنس دون الاخر. فهذا يعني ايه الامور اللي هي ممكن تحكم او 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 تبقى يعني كنترول على هذه المؤسسات بحس تنظم هذا الامر ان الان 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 الناس تبقى سواسية في في ظل او تحت ما ظلت هذا العمل العمل الخير. الامر الاخر الاخير او الثاني والاخير حضرتك او زكرت تغيير ثقافة المتبرد. طبعا ده يعني تحدي كبير للمانح عفوا المانح العربي. هو يعني ثقافة المانح العربي ان انا اكفل يؤتيم احفر بير ابني مسجد. لكن تعالى او سوق مثلا مشروع او خاص ببناء مثلا اه طلب الدراسات عليا او 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 عمل خيري متخصص يسهم في او 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 في بناء الانسان او يسهم في في التنمية المستدامة. احنا كمؤسسة بناجد صعوبة في توفير هذا الهذا المانح اه الان هو يعني تعود على كما اه اسلفت يعني انا اه مسألة الكفالة اليتيم او الامور التي يعني اه فيها نصوص شرعية وتحب عليها. فازاي العقلية العربية او المانح العربي يمكن يغير الى اه الى امور وتخصصية تفيد او تسهم في بناء جدار المجتمع والله يبقى لكي. شكرا شكرا اخ حليم. طبعا اه اللي انت بتعاني منه انا بتعاني منه. اخبرك نبدأ بالاخير انه اصحب حاجة اللي هو تغيير الثقافة. تغيير الثقافة لان تحدث بين عشيات وضحاها. هتاخد جيل او اتنين. لم يكن اكتر. الثقافة دي مناخ فكري. مناخ فلسفي. في بعض الناس بيحبوا يعيشوا في الدور في العمل التقليدي. مش عايز بقى حاجات جديدة. خلاص هنعمل ايه? لكن على ذلك انا كنت بقصر دائما على كذا حاجة. اول حاجة اشراك الشباب. في ادرافة الجمعيات. اللي هما غالبية جماعياتنا مفيهاش عنصر الشباب. اشراك النساء كذلك. اللي هما في كتير جدا من الجماعيات اصلا مش موجودين. دينامة اتنين. بتاعت حاجة يكون المؤسسات بتاعدنا فيها تنوع ثقافي. ما انت لو مخدتش للحاجات دي عمرك ما هتتغير يا اخ عليم. نعم. عمرك ما هتتغير. عمرك ما هتتغير عمرك ما هتتغير. يا سيدي طب نشتك الشباب اللي هو الوطني. سيوك من الشباب اللي مش وطني. خلاص. لان الشباب عنده فكرة مختلف. نهتم بالاشياء اللي هي تقنيتها عالية. اللي الجماعة اللي في سننا ما عرفوش يعملوها. نهتم بتوريث المؤسسات الجيل الجيل اللي بعدنا وهم واحد وإحنا موجودين. ده مش هيتعام. لو إحنا ما عملناش ده مش هنتقدم خطوة لأمام. خبلك. كيف أن احنا نفسر النصوص على هوانا. هو الدين قالك بس يعني معنى كلمة الإيمان. الإيمان حركة مجتمعية مفعلة لكل مكون مجتمعي. سواء كان هذا المكون إنسان بشر أو غير بشر. مياه. أشجار. أراضي. وتنميتها. الإيمان حركة مجتمعية. لما بتخرج منك أنت بتحرك المجتمع حول مركزية الإنسان اللي هو متولي بإدارة شعور المجتمع. فلابد نقهل المجتمع. رجعي الشريحة يا أختي اللي فيها اللي هم المخفي فيها. لا مش ديه. اللي هي. اللي هي. لا بعد كده. أستني. بعد كده كمان. كمان. بعد كده. لا مش ديه. كمان كمان. 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 maker. المجتمع مش مؤمن بالتدريب. أنا أقول لنا حتى أ approximately let me do دولار يقول لك اه. طيب لو انا لديتها الناس مش مدربين. هيحصل اهضار للمال. هيبتدي يفكر معايا. بطريقة عرضي انا لازاي عمل تدريب وتأهيل. مش هشغل الشباب. قلت اما خلاص الشاب هيعدوا. مش همكن الشباب. مش هشغل الشباب. هتطرفوا. هيبقوا صداميين. هيبقوا مبتوع مخدرات. هيبقوا ارهابيين. الجيل ده مش هيد. يا اخي اخ حليم. لو احنا داخل المؤسسات ما عندناش رسالة نوصلها للمانح لن يتغير المانح. والرسالة دي بتبدأ بعلاقتك الشخصية بينك وبعض المانحين. قولك اشياءك المرأة. مرأة ايه وقع قلبه ومش عارف ايه. طيب خلاص. دي يعني تعرض المرأة. لان هو في كتير جدا من الناس من دون المرأة كأنها كيان. يعني في شيء. اعوز بالله. يعني شيء حرام. استخفى الله عظيم يا رب. استخفى الله عظيم. دي امي. واختي. وبنتي. ومراتي. خلت بالك. مش هابني قدرات جمعيات. هيبقى فيه فساد. رأيك على مستوى الجمعيات. او حتى في الحكومة. مش هابني قدرات المجتمع مضيح. ما في دولهاش. فلابد انت يا اخ حليم. مجمعيتك هي اللي تؤمن برسالتها انها تقعد معا. يعني مسلا انا في حد عندكم معرفش انت فكويت ولا فين. موجود انت فين. نعم. 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 في شاب ابن الشياء عندكم يعني جزاء الله خيرلا كان حي او ميت. دخل عند احد المانحين. وقال له يعني 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 عايز ما الشوق معين كده. فتع المانح تكبر عليه. وتشبكا بيمدده ايده كده زي ما انا مدي ايدي. اخبرك شايف كده ايدي مبدودة. فتع في المانح عمل ايه. وبسق فيها. اديك شوفت. من غير بتشكر اسم الرجل. لا رحمة الله عليه ومسح ومسحها في وجهه وقال هذه لي. فاين فاين لله. طيب. قال هذه البسقة لي انا يعني اتمسح بها. فاين الله يعني تعاطف معه المانح. هذا كان زميل الله يرحمه. انت اذكر اسم بقى عشان اناس تدعيله. الشيخ عبداللطيف رمضان الهاجري. ابو عبدالرحمن. الهاجري رحمة الله عليه. رحمة الله عليه نعم. هذا الرجل رحمة الله عليه كان عنده رسالة. نعم نعم نعم. فلو انت بتعيي الناس ما عندهمش رسالة عندك موضة منهم كتبة مش حيقوم بالموضة ده. نعم نعم. سمعين يا شباب. ياللي بتسمعوا. ياللي بداخلين في الدورة. لو ما عندكش رسالة. لا يمكن حتضحي بنفسك علشان تقف الوقفة دي كلها. لا يمكن حتخش الخط النار الاول اللي كان في البصنة ولا في الشيشان. انا كان افاك انا في سنة يناير او فبراير خمسة وتسعين. يعني في عز الحرب الاولى ما بين جوهر دوديف والحكومة الروسية ايام يلتسن. وكان مصطفى عصمان والاستاذ اسعطها في داخل خطوط الامامية. هناك مش تخطوط الامامية. في المنطقة دي بيشوفوا الحالة الانسانية للناس اللي عايشين في عز التالد. ناس عايشين درجة مهوية. لو كان مصطفى عصمان او كان اسعد طيام عند دوق مهمس اشحاب رسالة. ما كانتش تبانت الامس بي سي بالاول. كانتش تبانت الاغاسة الاسلامية. حصل ده في البصنة. حصل ده في افغانستان. حصل ده في جنوب السودان. فلابد هؤلاء الموظفين انت لازم تربيهم على عينك. زي ما انت بتقول ده تربى على ايدي الشيخ الشفعي. او على ابو حنيفة او على كزا. لابد ان يكون في شيوق انسانيين. خدت بالك اخ حليم. سمع مرأيب. بالنسبة للثقافة. بالنسبة للثقافة. بالنسبة للثقافة. ننظم العمل ده زي. انا شفت وانا في زيارة الاخيرة لدولة قطر ودولة واسمعت من دولة الكويت. انه في بعض التقدمات بتحصل. هم دولة الدولتين يعني الحمد لله ربنا يحفظ الحكومة ويحفظ المؤسسات اللي فيها حرية لعمل الدولة او لعمل معالي. فيه حاجات بتعمل. فيه مفتاح. هل ده كافي? لا مش كافي. لكن فيه الحالة. لكن بيت الامة رايحة فين? الله وعلا. ده يابد لو المؤسسة ما عنداش الرغبة في فعل هذا لن تتقدم. ولن تتغير. هتعيش في المرحلة التقليدية اللي انا بنتكلم عنها. جزاكم الله خير يا اخ حليم. جزاكم خير يا دكتور. الله يبقى صحة وبرك عمرك. شاء الله جميعا. بضال يا اخت. الله يعطيكم العافية دكتور. يا اخوة عنده مشاركات او اسئلة. او تعليقات. بالتعليقات ما الاسف الشديد في شيء مذكور. في الأخ كاتب نأسف لن نستطيع سماع المحاضرة وانا في مقر غير مقر ما ففمت عليك ولا حقيقة. في اي اسئلة او استفسارات او تعليقات او مداخلات. فد الأخي حاتم. السلام عليكم يعطيك العافية دكتور هاني. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. زاد تفضلك. دكتور انا لاحظت في معظم زيارة للجمعيات حسب ما انت اتكلمت في النقطة هاي شو وابسط فيها بالشرح انه معظم الادارة من الجيل القديم. لا يوجد من الجيل الجديد مع الاسف. شو الحل لتغيير الفكرة عند الجمعيات قبل المانحين انه يصير في من الادارة من الجيل الشباب. اه يا قلبي. لابد نقنع الكبار دول انهم هم وجهاء القوم. واصبح في ثقافة جديدة لجمع المال. خلاص. ولن يأتي جمع المال الا بدماء جديدة. خدت بالك. علشان انت وانت في المعركة دي كلها ودخل فيها. هاتي بي تقول له ما يمشوا مش هيمشوا. حولك احنا موجودين نحافظ على القيم. حافظ على الاخلاقيات. حافظ على التاريخ. حافظ على الزاكرة. حاجة دي كلها. فعندنا معهم صدام. ومعركة. وعندك احد هذه الوسائل. وسائل اول الاولى انك تقولهم يا شباب. انتم دلوقتي عليكم. انك تعرفوا ان الطرق التقليدية الاديمة دي. عافى عليها الزمن. ولابد طعاموا الادراب بتاعتكم بشباب ونساء كي يستطيعوا انهم يجيبوا المال. لان انت دلوقتي فرحان انك بتجمع خمسة ولا عشرة مليون. لكن ممكن باضافة مجموعة من الشباب تجمع خمسين مليون. او عشرين مليون. او خمسين مليون. لو انت دخلت لهم من المنفذ بتاع دمع المال والانتشار. دون ان تحجم سلطانهم حابتلوا يسمحوا بالدخول. لما انت تقول لهم والله ان دول مرأة مهم. فلك ليه? كأن المرأة دي مخلوقة عشان ما تنهمنش حاجة. لانها فهمة مجتمع يعني مثلا. انا دلوقتي عندي قناعة مليون المية. ان كل المشرفات على الايتام والارامل يكون النساء. او الشباب. خلاص. شوفنا الاسود والابيض وخلاص. وشوفنا ازاي المرأة بتعب مع المرأة وتتكلم انت تبيعة. كان المرأة دي مسلمة او غير مسلمة. يعني ملتزمة او غير ملتزمة بغض النظر على الحاجات دي كلها. كل ده كله. كلما يعني ايه? لا يسمنوا يغني من جوه. شوفنا حتى الاطفال الايتام والنازحين والنازحين بيفرحوا لما يكونوا قاعدين مع مرأة. بيخافوا لما يكونوا معاعدين مع راجل زي انا. لان راجل قد يكون في النزوح واللجوء في عنص من الرجال حصل. على امه وعلى ابوه الى اخري. فلذلك ده دور المرأة. وبعدين المرأة بتقوم بيه انا مش هعارف اقوم بيه. لما حذر عراسي تحت واعملها جدل مش هتنبت. لان ربنا ما خلقنيش عشان يقوم بدون المرأة. برضك ونقول له انت في مكانك. عشان ونقول تاني ان في مؤسسات دولية كبرى بتحاول تشوف ان في نساء محليات يحملوا الثقافة المحلية يستطيعون تعامل مع الطفل والمرأة زيهم. يبدوا تقنعهم ان دول هيكونوا اضافة زايدة. للدخل والحماية والثقافة والتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية. وخليكم انتم. لان اما عمرهم الافتراضي حينتهي. انا بل ما تكلم من تقصص صراحة. يا عم صلى عن دم احنا عارفين ان الحالي دي وان بالك. باتكلم من العمر الافتراضي مش هعيش المدة اللي انا عشتها قبل كده. لان احنا ما احناش في عصر. ما احناش في عصر الانبية. انك اللي بعيشوا متلين سنة وثلتمائة سنة. وزي ما انت عزير عزير آآ عليه السلام. لما وقف كده هو بتفرج على القارية ميت سنة. ورجعت له سنه اصغر من حفيده. وهكذا يعني. فمش هنعيش التور ده خلاص. احنا مع عمار امتي ما بين ستين وسبعين. يعني عيشنا ستين عن كم. فبالتالي دخول الشباب باي وسيلة. مشروعة لتنفيذ برنامج مكمل لرؤية المؤسسة دون ان نحاول ان ننزيح ما تبقى من هذه الشخصيات اللي هي تعتبر متكلسة. او متحجرة. لان لو حبيت تحركهم لن يسمحوا لأي احد انه يخش. فلا بد انت تظهر لهم قيمة وجود هؤلاء الشباب معهم في الداخل. وخاصة للنساء اللي هم يستطيعوا بالنسبة لهم يحافظوا على سبعين لثمانين في المئة من النزحين واللاجئين والمحتاجين. نحن نتعلم معهم نساء. واطفال. ازاي يديرهم انا برجال فقر. ما عنديش مشكلة انا اعين رجال لكن لازم اعيني معهم ايه نساء ايه. تفضل يا اختي. طيب دكتور بالنسبة لهاي النوطة بالزات. انا كيف بدي اقنع الجمهور انه فعلا المرأة الى اقادرة تدير هكذا مؤسسات. وقادرة تتفوق بالعمل. حاضر حنان حاز لك ادلوقتي انت انا نسيت اسمك اسمك انت مهاشم? مش مهاشم ام ام الشام? ام الشام تفضل. انا عمل. طيب انا حديكي مسأل صغير جدا. مش كان في ملكة اسمها ملكة سبق. كان ملكة حكيمة. وامانة بسيدنا سليمان. وزكارها ربنا سبحانه تعالى في القرآن. ولا مكنش فيه. نعم طبعا. مش كان فيه عندنا السيدة مريم. ولا مكنش فيه. رضي الله عنها. عليهم السلام كله. مش كان فيه كذلك. عندنا واحد اسمها ايه? خديجة. رضي الله عنها. يعني السيدة سيدة عائشة. اه السيدة خديجة دورها كمحوري من ساعة الصفر. من ساعة الصفر. اولا هي في الجاهلية. كانت امرأة يعني ما نسمي ايه? امرأة يعني تاجيرة. صح? صحيح. وكانت موثرة. وكانت تدير الرجال. وهي اللي طلبت الزواج من رسول صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا شعيد. مين اللي طلب ايده? سيدنا موسى. مين اللي طلب ايده? مش بنته شعيم? نعم. استأجره يا ابي. ان اخيه لما استأجرت اخوانيها ما شفيته. وحبته. سيدنا موسى بسم الله ما شاء الله كان زي الامر. لكن الانسان عنده اخلاق وعنده دين وعنده قوة. فعني يجي نقول المرأة في الاسلام ما كانتش يا دور. منين? جاء منين يعني? مين لربة محمد الفاتح? مين لربة بصراحة دين ايوبة? من ربة الصحابة? مين ربة خالد بن وليد? مين? مين? ما الواحد اللي بتدايق? مين اللي ربيتني انا? مين اللي ربيتك انت? من ربة ابوكي? وزوجك? وخالك? وعمك? وخالتك? ايه ده? احنا رحيم فين? والسيدة خديجة بعد الله سبحانه وتعالى. يا صاحبة المقولة المشهورة اللي طبعنت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان نزعي الوحي. وقالت والله ان الله لن يخذيك ابدا يا محمد صلى الله عليه وسلم. فانك تقري الضيف. وتحمل الكل. وتوين على مصائب الظهر. وتصل الرحم. يعني حتت فيه خمس او ست خصائص مجتمعية. كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث. مين? خديجة. خديجة رضي الله عنه اللي اخي سلم محمد لابن عماء ولقى ابن نوف. عشان قال له ده النموس الاعظم. ولو اغلت النموس الاعظم سأسلم. ادخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فسأله خلي بالك يا محمد صلى الله عليه وسلم قومك حيهنوك وحيدربوك وحيتردوك كما فاصل في الانبياء من قبل. مين? مش كانت خديجة. خديجة نجاني مين? كان راحت رجل. مش مش مرأة وقفت قدام عمر رضي الله عنه في المسجد. وقالت له في المهور. وصحيته الاعي اللي كان بيتكلم فيها مع عدم المغالاة في المهور وانا قاتلت محدديني قنطارة. ما لك يا عمر متدخل في القرآن ليه? سكت عمر رضي الله عنه? فبالتالي احنا عندنا عندنا دمور ثقافي في فهم دور المرأة في الاسلام. دمور وانحياز منكفئ لمعرفة ايه هي المرأة في الاسلام. المرأة قبل الاسلام واسنان الاسلام. مين اللي كان بتدفع عن رسول الله سلام في غازة احد? قل ايه لي? مش كان صحابية? نعم. صح ولا غلط? حتى النساء كانوا يشاركوا الغزوات مع الرسول صلى الله انا 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 بتكلم عن ايه? انا مش بتكلم عن مين اللي كان بتديلي السوق? تعرف ايام سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم ولا ايام سيدنا ابو بكر بعد كده? مش كان في واحدة امرأة بتديلي السوق. بعد كده? فأما تروح ان هؤلاء الناس اللي حول المرأة لشيء يعني في ملازة. لا لنقول. هي امك. مش دي كلمة اللي قالها اللي قالها سيدنا جعفر ابن ابي طالب لسيدنا عمر بن عاص عند النجاشة. قال له اتهزأ بامك. دي امك اللي التري عليها دي. اتهزأ بامك اللي رضعتك اختك خالتك عمتك كذا 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 كذا. المدرسة الاولى على ظهر التاريخ يا الام والجدة والخالة والعمة. فالجماعة اللي هموها من نفسهم مشايخ دول. وبيقسوا الدين بعدد الصفحات اللي قروها. او عدد الايات اللي حافزوها. الدين عمر ما يدقس بكده. الدين يقاس لان الدين منهك حياة. يقاس بمدى فعليتك مع المجتمع. ثم مدى تأثيرك ايجابيين في المجتمع. اصلاحا. لذلك كان ناس حمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا. وكان اولهم في التضحيم نفسه. ولم يفرق من الرجل. والقرآن. القائمين والقائمات والعابدين والعابدات والصديقين والصديقات والمنفقين والمنفقان. الى اخير. مساوى ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي يا اخت ام الشام. نتكلم هنا بقى فيه فيه زي ما تقول دمور فكري في فهم. ما المجتمع دلوقتي في فهم ايه دول المرأة. المجتمع دلوقتي انا بتكلم عن ايه? انا بتكلم عن فيه سبع مليون سوري في الداخل السوري. خلاص? نعم. قريب فيهم كام مرأة طفل. تقريبا التلت اطفال وتلتان نساء. انت بتكلمي عن مجتمع فيه ما لا يقل عن سبعين في المية نساء واطفال. اكتر. اكتر خلاص? مين اللي هيدرهم? النساء طبعا. انا مش حولي النساء بس. يبقى النساء جزء من ادارة هذا المجتمع. اللي كله مشاكل. مين اللي هيقعب مع الاخت المغتصبة? انا كنت نسا بتكلم مع اخت من مش حولي بس اسم المدينة اللي هي فيها. في تركيا. بتقول لي انا جايلي دلوقتي فتيات ما زالوا. او النساء ما زالوا مغتصبات. صحيح. هتقعد المرأة المغتصبة دي مع مين معي انا? هتقول لي حصل لي كذا 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 كذا? مش ممكن هتقعب معي. حتى لو كانت هي مش مسلمة. حتى لو كانت مش 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 شرقية. مش غربية. لان فيه في عامل نفسي. وفي عامل فطري. يعني مسلا انا اول مرة كنت بتكلم عن الحرب اللي هي بتاعة كوريا. في الخمسينيات. ففي المخيم كان فيه دكتور قاعد. بيعالج بقى الجرحة والمكسورين الى اخير الى اخير. تخش له بنت كل شوية بيبص عليها ما فيش حاجة. طب استنى. طب استنى. طب استنى. طب استنى. طب استنى. طب استنى. اسبوع عادة. لقى البنت انتحرت. لما قاعدوا يدوروا لي انتحرت. انها كانت اغتصبت من بعض الجرون. حو بس هو ما شافش فيها. ان هي داخل جسمها في مصيبة. اقسى من الدعم مكسور. او اللي فيها جرحة في راسها او او الاخر. لو كان انت قاعدة مع امرأة اخرى. كانت حط لها فدنها اصلاح حصل لك كذا كذا كذا. اجيلك. حطب استنى. انت لك الاولوية غير التانية. هنا العامل النفسي والعامل العاطفي والعامل البيولوجي. البقلة. الطبيعي. الفطري. اللي حط ربنا فيها. فده المشكلة بتاعتنا يا ام الشام. لكن لابد التالي بحق. احنا بنطالب بحقك. معك. ان شاء الله. اسلام دكتور. الله يسعدك يا رب. اه اي مداخلات او اسئلة يا اخوة? تمام. اه جزاكم الله خيرا دكتور. طبس انا 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 هعلن عن اسبوع الخميس. نعم. الخميس دي محاضرة طويلة يا شباب عن اه توصيف الوصف الوظيفي لكل العاملين في المؤسسات. عشان تستعدوا بقى. هنحاول نغير الوصف الوظيفي لكلنا كلنا. نضع في بعض الاشياء الجديدة. عشان نختم بيها. وانا بس اللي انا عايز اشوفه يا اخت اه 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 الشام. الشاب مخسوفين ليه? لن يقاد مجتمع بشباب خجول. الخجل شيء كويس. والحقيقة شيء كويس. لكن انا ما اتكلمش. لو انا قاعد دول قدامي قصما بالله العظيم. لو قفهم واحد واحد. او واحدة واحدة عن منصة. انت منحظك بس يا ام الشام. ان انا قاعد في بيتي. وانت قاعدة مش عارف انت قاعدة فين دولة. في الكويت ولا فين? بالبيت كمان. في فاني بلد يعني مدينة. باسطنبول. او في اسطنبول. يعني بليك ثلاثة اربعة صعب بالطيارة. ده كنا فيس تو فيس مع بعض يعني واجه عن الواجه كنت حاولهم واحد واحد يتكلم. لان جزء من الدور انت يا دي لابد نعلم الشباب على عناصر القيادة اللي منها مواجهة الجماهير. منها مواجهة الجماهير. مش انا ايه ده? ايه ده? ايه ده? انفعش. ورس يا اخت المشام? ما شاء الله الله يبارك بهمتك دكتور. ربنا يكرم. شجعيهم بقى عشان يتكلموا. والله نحن فتحين المجال الان للمداخلات. اه. خلي بقى. وانا ما شاء الله عدد لا بأس به. لكن ما بعرف ليش ما بدون يسألوا. ما بدون يشاركوا. مش عيب. انا الرسالة دي بوجه يا شاب. ليس عيبا ان تسأل. ليس عيبا ان تخطط. مرة واثنين وتلاتة. وتصحح خطط. ليس عيبا ان انا اسقط في الامتحان. ايه المشكلة? انا لما جيت انجح في في الطب. كان عندي ملحق. وسقلت كزا مرة. في بعض المواد. في كلية الطب. وبعدين لما جيت اقدم مع الدكتوراه. سقلت وحش. بيسموه شنيع يعني. ومع ذلك كملت. وانجحت في الاخر وخطت الدكتوراه. وانجحت في الاخر وخطت البكاتريوس. وعشانها سقط. هتكسف. لا. فلا بسبب لو متع النشط هتتكلموا. هيجي لكم ناس من برة يقولوا لكم كلام مش هيجيبكم. هتعودوا كده هو. سموا مبك من عمي. لا نفعش. احنا في مرحلة لابد 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 علينا اننا نكون احنا صناع الثقافة. صناع الفكر. صناع القيم. صناع الاخلاقيات. صناع المسيرة. صناع المسيرة. لان خلاص يا اخت ام الشام. احنا لابد نبطل نمشي وراء الاخرين كمقودين. لابدنا نتعاون لنزمح قادة في الحاضر وقادة في المستقبل ان شاء الله. شكرا يا ام الشام. ده ما كانش عندك حد تاني. ده من اسم توفي ايه ده? سلام عليكم. عليكم السلام. من انت يا توفيق? توفيق السنباني. اليمن. انت انت من اليمن. تعرف في شابك اسمه السنباني? اه انا عرفه كان في بريطانيا. الله يرحمه. دكتور صالح السنباني رحمة الله عليه. اه والدك ولا قريبك? لا من اسرتنا رحمة الله عليه توفي قبل سنة ونصف في كورونا الله يرحمه بالسودان كان. نعم 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 عرفه طبعا. الله يرحم ورحم جميع المسلمين. ورحم والدينا والديك جميع ان شاء الله. اهلا باهل اليمن يا سلام. كنا معا كنا معاك في المحاضر الماضي واستفسار وغيره. ان شاء الله خدمينك كتوفيق. الله الله يعزي قدرك. صدرنا الكريم. نحن الان لا نواجه اشكالية كيف نقنع المانح. انما كيف نقنع المانح المتخوفة. الان يعني لا اقول لك في دولة معينة. طبعا الان تعرف مراكبة الحسابات. تعرف يعني ما يسموه غسيل الاموال كده كده. فانت المانح مقتنع انه يعطيك انه يبذل في سبيل الله ويعطي. لكن يعني يتخوف كيف يتصرف بهذا المال او يعني حتى لا يعني يضع عليه علامة استفهام او يساءل. للأسف الشديد اصبحت معظم الدول. يعني لان نخصص دولة معينة يعني لا نخصص دولة معينة. بمعظم الدول الاسلامية للأسف. لو كان دول غربية كان لبس فيها حرية. لكن هنا في الدول الاسلامية للأسف رقابة شديدة جدا على الاموال وعلى الرصدة وعلى الحوالات. فكيف تقنع هذا المانح يعني تهديء من تخوفه. وما هو الحل لمثل هذه التخوفات. بارك الله وفيك. في كذا امر يا اخ توفيق. حيا. الامر الاول ان يكون لك انت شريك في الغرب. قبلك. نعم. المانح اللي خايف ده يدي لشريك في الغرب. محترم يعني. والشريك ده ما يعتمدك انت كم مؤسسة محلية. خبالك. ده احد الامور. الامر التاني واللي اصعب ان انت تبني مؤسستك بطريقة على الشفافية. وتبتدي تاخذ اموال من مجهات معتبرة. زي مجهات دولية او اممية. وده بياخدوء الطويل. مش سهل. فعندبك مصارين. المصاري الاول ان انت تبتدي تدور لك على شركات. في بريطانيا في امريكا في فرنسا. ومن الجامعيات اللي انت بتنسخ فيها. بتعمل اتفاق بينك وبينها. يعني مسلا عندنا احنا بريطانيا. في برمينجام واحد اتنين تلاتة. في ممكن في الجامعيات يمنيات. اقبلك. صغيرين بيشتغل في مليون او اتنين مليون كل واحد في يوم. دول ممكن انت تشترك معاهم. عشان يجب لك. هم تقول المنح والله ادي الفلوس للجامعيات الفرنية. هي مسجلة في وكذا وكذا وكذا. هي بتاع نفسيا. والمؤسسة دي هتدي الفلوس ايه? لك انت. عشان كنت تكون انت هي شريكة لك انت. معياش غسطين الاموال. شاية. بالتانية ان انت وده الطريق اطول وده الطريق اطول لكن هو الاهم. ان انت تكون مؤسستك من يعني من تحت الفوق. وتهتم بالحاجات اللي اللي انا اتكلمت فيها لها. الاستقرار المؤسسة. ازاي ان تخلي تقنع المؤسسات الوطنية الكبيرة. او المؤسسات الدولية انها تعاون معك. والمسارة التالت انك تكمع بين الاتنين. اخبالك? نعم. المسارة الرابع ان يكون عندك بعض المانحين. اللي هم يعني واضقين فيك مية في المية. هيدوك فلوس هيدوك فلوس. والكل انت محقق كل المعايير الشفافية والحوكمة اللي في داخل المؤسسة. هي المشكلة الان الحوكمة يا دكتور. طيب حلص انا اعمل لك ايه. لان اصبحت الحوكمة مجرد يعني غطاء لمراكبة مصادر الجمعيات. اه ما فيش مشكلة. انا انا شوف شوفي اخ اه اه توفي انا ما عندي مانع النمر ابوني. لكن انا بقولك اعمل الصح. يحتر عدوك فيك. طيب انت حيراكبوك وانت منش خايف. لكن اللي حيتخوف اللي حيدفع ليك. عندما يكون في حوكمة. حيتخوف اكثر الذي. المسار الاخير ان هو لو انت عندك قدرة على انك تفتح لك ولو مكتب تمثيلي في احد الدول اللي في الغرب. يكون مسجل. في بريطانيا في فرنسا في امريكا الى اخيره. ان شاء الله يكون شخص واحد. يشتغل على مجال الانلاين. يعني الانلاين ده اغلبه الشباب. بحيث المكتب بتاعك انت اللي انت فتح في الغرب لو كان عندك امكانية. وده برضك يعني بيحتاج امكانيات شوي. نعم. يحول لك الاموال. فانت عندك اربع او خمس نقاط. قبلك. قد يكون اسهلهم ان يكون لك شريك دولي. انت عارفه. عن معاتفائيات ومشاريعك. في العلاقة هاتلنا يا اخت امو الشام العناقة اللي بتاع اللي فيها الدهن دي. الدهن والا اي واقع شفته. انت هتبقى كده. مش انت الشريك بتاعك. كان مؤسسة دولية مسلمية. وانت بقى هاتش تشريح لبعدها يا امو الشام. وانت هتكون كده. انت بقى هتعمل له الحل المبدع اللي بيديوه الحل ايه المستدامة. وتمشي بتحصل الشركات دي كتير جدا من الناس. بتتفقوا على نسبة المصريف قدرية. هو بما ياخدوها. وانت تاخدها وبعد ما تنفزه المشاريع. فهو بيكمع من الباد اللي هو فيها اللي فيها بحبوحة. وانت بتنفز عندك. بارك الله فيك دكتور الله يزيك الحين. بني اكلمك. بني اكلمك. بني اكلمك. فضل يا امو الشام. في الاخت سينة تقول هل لك موقف دكتور محرج مررت به ورغم ذلك لم تستسلم. هل ذكرت لنا تلك التجربة درسا لنا جميعا للتحفيز? موقف محرج. نعم. هم محرج ولا مخيف? هي ذكرت انه محرج. يعني كسف? نعم. عندنا عندنا مسأل في ما سيبولك اللي اختشمت. انا كان عندي كزا موقف مخيف. في اننا تحبست مرة في احد الدول الكبرى. خطأ عنه مدة تربعة عشرين ساعة. في المطار. عشان يحققوا معايا. وما اصريت يا شفتي صليت على النبي. الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اشمعين. في اليوم ده لما حبسوني فيه انا قلت له انا خارج خارج. ولما جيت بالليل للاخت اللي سألتك السؤال ده. تهافك ان كان هنكون لهم ايه اخت ام الشام. كان عندي رحلة بعدها باسبوعين. رايح هو غرب افريقيا مع خمستاشر سستاشر شاب وشابة. كان دعيت ربي سبحانه وتعالى ان انا انام. ما دعتش ان يخرجني. كان عندي يقين انا حخرج. كان عندي يقين انا حطلع الرحلة مع الشباب. وخرجت فعلا تاني يوم دعت الرحلة الى اخر. ده احد موقف. الموقف التاني اللي هو كان في الششان. رحنا خارجين من الششان في الف تسعمية تسعة وصعين. وقفونا في حتة شمال اسيتيا. دخلونا على معسكر ااااااااا عسكري يعني عسكر يعني روس مسكينو. انتو كذا 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 يعني اتهمات باطلة. عدنا اتناشر ساعة تعليمي. في الاخر حبه ايه يعملوا معنا تحقيق ومحضرة بتاعات ده. كان عايزين بتين دولار. ان احنا يعني ازاي دخلنا بالفيزا من موسكو ونزلنا بها ناحية الششان. اخرجنا من الموقف ده بكلمة سبحان الله والحمد لله ولا الهن الله الله. سبحان الله. اخد بالك. وقاية الكرسي. اخد بالك. سبحان الله. فدي مواقف صعبة. حصلت لي انا اكتر من كده في اماكن مختلفة كتيرا. واخد بالك. وطبعا المواقف دي مازالت مؤثرة علي في السفر. خاصتنا الموقف اللي في الدولة. انا اتكلمت عنها في الاول دي. لانا حطبه في. اخدرم انتم بتاعين ليه. يعني في بعض الناس اللي جاي الامن. يقولوا والله ام الشام دي نشيطة. طب احنا عايزنا نكتب عنها تقارير. ما يكونش في عندك اي حاجة. يمخمخ هو عجبه ام اخو. فمخمخه. وكتبوا عني تقارير. وانا كنت في الدولة دي في اليوم الفناني بعمل كذا وبعمل كذا. وانا لا رحت الدولة دي. ولا دي. فوقت التعريم من الحكومة بتاعتهم. ولما شفته. لقيتهم انهم كذبين. او هتفتكد ان الامن ما بيكذبش. عايز يملى الفراغات. وحط اي تعريف فيها. الامور المحرجة اللي هو لما كنت بخش في الاماكن اللي فيها الاعرام اللي هما خاصة حديثا. السوريات اللي كان عندي دلوقتي قناعة مية في المية ان انا مدخلش عليهم تلي مرة. السبب؟ يعني الشيطان الشيطان موجود. حتى لو كنت انت في لو كنت في وسط المجموعة. مهو. لان هنا في ضعف. وفي كسر. وفي جاذبية. فاخد بالك والشيطان بيلعب في الحالة لي. فزاكرا مصر على ان اللي يروح الاماكن دي يكون النساء. ولو تر رجل يخش يخش مع مجموعة من النساء علشان النساء تحميه. انت بالك. نعم. لان كسة المرأة مش سهلة. صحيح. كسرة المرأة. والمرأة خاصة لما يكون خارجة وشابة صغيرة ومعها تفلين ثلاثة بسهلة. بتعيش ازاي وتعيش ازاي مع اولادها للاخر. فالامور دي محرجة جدا 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 جدا. بالنسبة لي. في الناس بتفتن من واحدة لابس حجاب. في الناس بتفتن حتى لابس انقاب. في الناس بتفتن من. يعني. يعني على حسب الانسان يعني. لذلك متعرضيش. المفتون للفتنة. طيب دكتور هو ما شاء الله يعني كل كل جملة من جمل حضرتك يعني فينا نسهب فيها مطولا. بس نحنا حتى ما نطول الوقت عليك وعلى الاخوة والاخوات. فقط كلمات بتوجهها الان للاخوة والاخوات في هذه المنصة. او الذي اللي عم يحضرونا على البت المباشر على الفيس. طيب. شوفي بقى يا اخت ام الشام. العمل المجتمعي. والعمل الانساني. والعمل التنموي. وكل الاعمال متفرعة منه. اصبح فريضة. فريضة. عينة. عينة كلنا. خصوصا بعالم الاسلامي. اه خاص. ليه? لان اصبح دلوقتي في الظل يعني لو انت رجعتي لأول شريحة بتاعة القيم. انا وقتها في الاول خالص. بتاعة الشجرة. هاتي الشجرة. مرة تانية. بتاعة الشجرة. هاف الشجرة. الاول نية خالص. اخذنا بالك. شايفيني الشجرة اللي بعدها بقى? شايفيني الشجرة دي يا شباب? كل واحد فيكم شجرة طيبة. احنا عايشين في عالم اسمه عالم المؤسسات. اسمه عالم الكتل. اسمه عالم الشراكات. اسمه عالم التحلفات. اسمه عالم المناصرات. مش عالم الفرديات. العنتريات. الاقصائيات. لابد نتعلم كيف نتعامل مع بعضنا البعض. ولابد دعينا من ان نبني مؤسسات. نبدأ باول الخطوة. الى المبادرة. عشان ننجح. وحذاري اننا نيأس. حذاري من اليأس. لا يأس. لا يأس مع الحياة. ولا حياة مع اليأس. ده درسالة بتاعتي لكم. ولن نسترجع أوطننا. وخيمنا. وثقفتنا. وتاريخنا. الا اذا تعملنا مع الواقع بوسائل العصر. وسائل العصر حاليا ليس الشيخ المعجز. وليس الطفل المعجز. وليس القائد الملهم. كل ذا فانكوش. انما عمل مؤسسي متحالف فيه مع بعضنا البعض. عشان نبني مسيرة. بناء المسيرات تأخذ سنوات. مش ايام او شهور. طبعا ممكن تأخذ حتى اجيال. ايوة صحة جزاك الله. بس انا مش عايز احبطهم يعني. سنوات يعني عشان ايه? اخفف عليهم. الله يباركي. وقال لك ان ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الناس يؤمنوا بالمستفى صلى الله عليه وسلم في قبلات شهر او شهرة. نعم نعم. ان شاء الله. اه حقيقة ان احنا سعيدين جدا بهذه المحاضرة وبهذه المعلومات وبالنقاش معك الدكتور ما شاء الله ممتع. لكن اه خلص وقتنا يعني من عشرين دقيقة وا ما حسنا بالوقت اه ما حضرتك ما شاء الله. اه الله يبارك بعلمكم وعملكم وينفع بكم امة الاسلام والمسلمين. جميع ان شاء الله. الله الاخوة والاخوات ياخذوا بهذه النصيحات. فضل الاستاذ بشير. المجال مفتوح لأي سؤال إن شاء الله جميل الأخوات يأخذوا بهذه النصائح ويطبقوها في حياتهم كل النصائح طبعا اللي قدمها الدكتور أستاذ بشير عم تحكي إنه في عندك مداخلة تفضل طيب جزاكم الله أخي بني أكرمك إن شاء الله كيف يتواصلوا معاك دكتور اديهم التليفون بتاعي يا بنتي وانت عندك الفيسبوك بتاعي موجود أنا بالنسبة لهم أقول لهم يعني عندكم التواصل الاجتماعي موجودة والتليفون عندي في واتساب ما تتواصل مع أي حد تمام إن شاء الله منرسل رقم الواتساب ومنرسل صفحة الدكتور وأيضا المادة العلمية إن شاء الله رح تصلكم عندما يرسلها الدكتور نرسلها لكم بشكل مباشر خلي هاجة ترسلها لك خلي هاجة ترسلها لك ايه تمام أكيد إن شاء الله يلا ألف سلام شكرا دكتور والله يزيكون الخير ويبارك فيكم يا رب ونلقاكم يوم الخميس القادم آمين يا أبي آمين شكرا شكرا دمتم بخير السلام عليكم عليكم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة